موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي نرسنا اليوم يونت 5 لسن 2 اليونت الخامس الدرس الثاني تصويت الصف موجودة بصفحة 60 من كتاب الطالب صفحة 58 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمين الأستاذ طاحسين المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع علاقات دورة الرابع الابتدائي بصفحة 60 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة The Class Vote تصويت الصف بأسفلها مكتوب Listen and Read استمع وقرأ هنا منطيني نص يمهدني للدخول بالدرس الخاص بالتصويت الصف مثلا قايل اللي Classes 3 and 4 are going to have a school trip الصف الثالث والصف الرابع سوف يحظون برحلة مدرسية What are they going to see؟ ما الذي سوف يشاهدوا؟ They can vote for their favorite place يمكنهم أن يصوتوا للأماكن المفضلة الخاصة بهم إذن الصف الثالث والصف الرابع عندهم سفرة مدرسية فسألوهم قل لهم أريدكم الصوتون عن الأماكن اللي تريدون تزوروها فمثلا صوتوا وعملوا هاي اللحصائية هاي اللحصائية الخاصة بالصف الثالث وهاي اللحصائية الخاصة بالصف الرابع الصف الثالث هنا منطيهم مجموعة من الأماكن سألوهم قل لهم من اللي يحب يروح للسي سايد الشاطئ أو البحر Waterfall الشلال والكيف الكهف الميوزيوم المتحف وروين الآثار فهنا ذن الأماكن اللي المفروض التلاميذ يصوتون عليها كل تلميذ صوت في طرعة أدنى هاي اللحصائية خمس تلاميذ صوتوا على السي سايد عشر تلاميذ صوتوا على الكيف خمستعش تلميذ صوتوا على الواترفول أما المتحف صوتوا عليها خمسة والرون الآثار كذلك صوتوا عليها خمسة إذن أكثر التصويت ذهب للواترفول الشلال هنانا على التلاميذ pupils وهنانا الأماكن اللي صوتوا لها places to see أما الصف الرابع كذلك نفس الطريقة صوتوا فنلاحظوا أن الصف الرابع على التلاميذ اللي صوتوا على السي سايد البحر أو الشاطئ هم عشرة أما على التلاميذ اللي صوتوا على الواترفول الشلال خمسة عشر تلميذ أما اللي صوتوا على الكيف الكهف خمس تلاميذ الميوزيوم المتحف عشر تلاميذ والروين الآثار خمس تلاميذ بعد ما طلب من اني اني look and count انظر وحسب على التلاميذ اللي صوتوا على هذه الاماكن انظرت الى هذه المخططات التفصيلية وعرفت تصويت التلاميذ على كل مكان ارادوا يزوروا بعدها مكتوب listen ask and answer استمع اسأل واجب هنا راح يصير محادثة بين تلاميذ اثنين الاستاذ يختار تلاميذ اثنين واحد يسأل واحد يجاوب يسأل عن طريق شنو يسأل عن طريق هذا المخطط فمثلا التلميذ الاول يقول له how many pupils want to see the seaside كم عدد التلاميذ الذين يودون رؤية الشاطئ او البحر فالروح نحسب التلاميذ اللي صوتوا على رؤية السي سايد او الشاطئ البحر فنحسبهم هنانا خمسة خمس تلاميذ من صف الثالث وهنانا عشر تلاميذ من الصف الرابع خمسة زاد عشرة خمسة عشر تلميذ صوتوا على يذهبون لرؤية السي سايد البحر التلميذ الاخر قد يسأل مرة ثانية مثلا يقول له how many pupils want to see the ruin كم عدد التلاميذ الذين يودون رؤية الرؤية الاثار كذلك نحسبهم هنانا بالصف الثالث خمس تلاميذ وبالصف الرابع خمس تلاميذ صاروا عندي عشرة تلاميذ التلميذ الاخر من خلال المخطط يجابه يقول له 10 وهكذا اذا هذا عبارة عن محادثة بين تلاميذ اثنيا كل تلميذ يسأل عن مكان معين على التلاميذ اللي صوتوا عليه والتلميذ الاخر يجابه من خلال المخطط بعدين سألني which place is the favorite to see ما هو المكان من الاماكن اللي عرضوها على التلاميذ على ما يصوتون عليها is favorite to see هو المفضل اللي صوتوا عليه اكثر شي فنلاحظ انه من خلال المخطط انه اغلب التلاميذ صوتوا على الووترفول من الصف الرابع خمس تاش ومن الصف الثالث خمس تاش المكان الاكثر تصويتا هو الووترفول الشلال لذلك اكتب هذا الفراء ووترفول هذا ما يخص ذلك النشاطات هاي مجرد نشاطات صفية من خلال التلميذ ينظر الى هذا المخطط يسأل يجاوب مجرد نشاط لتطوير مهارة التحدث لتلاميذ ننتقل الى النشاط الاخر listen to yousif and liena استمع الى محادثة يوسف ولينا they are talking about their school trip انهم يتحدثون على سفر المدرسية بعد ما اقرأ المحادثة now practice the conversation بعدها اتدرب على المحادثة كذلك يقومون تلاميذ اثنيا يتدربون على المحادثة واحد ياخذ شخصية يوسف والاخر ياخذ شخصية لينا كل واحد يتحدث الجملة الخاصة بي فرح نقرأ المحادثة نوضح مفرداتها وبعدها التلاميذ يحاولون يقرون هذه المحادثة فلينا تتحدث يقول i am excited انا متحمسة we are going to see a waterfall سوف نرى شلال يرد عليها يوسف يقولها and we are going to go on a train وكذلك سوف نذهب على القطار we are going to have a picnic سوف نحظى بنزهة يرد عليها we are going to see high mountains with snow سوف نرى الجبال العالية التي فيها جليد ترد عليها then we are going to do project about waterfalls بعدها سوف نقوم بعمل مشروع عن الشلالات يرد عليها يوسف i am going to take my backpack and wear boots انا سوف اأخذ حقيبة الظهر الخاصة بي وسوف ارتدي حذاء عالي ترد عليها so am i كذلك انا i am going to wear boots سوف ارتدي احذية عالية a hat and scarf ووشاح بعد ما قررنا المحادثات ووضحنا مفرداتها هنانا التلاميذ يحاولون يقلدون لينا ويوسف عن الجمل اللي يتحدثوها يحاولون يقرون هذه النصوص يعملون محادثة بداخل الصف ننتقل الى كتاب النشاط التمرين الاول listen read and say استمع اقرأ وردد او قل هنا عبارة عن قصيدة غنائية بها ثلاث كلمات جدا مهمة اللي هي كلمات good better best احنا عرفنا بالدروس السابقة انه مثلا كلمة old كبير بالسن اذا اضيف الهيار اصير صفة مقارنة فاقول older older معناها اكبر السنن وكذلك مثلا كلمة big كبير bigger اكبر ادي صفة شاذة اللي هي ال good good معناها جيد اذا اردحولها الى صفة مفاضلة ما اضيف الهيار وانما تتحول جذريا good اللي معناها جيد اذا ادسويها صفة مقارنة اقول better جيد افضل and best اما التفضيل فهو كلمة best معناها الافضل منطين المثال هو i think vanilla ice cream is good اعتقد ان الايس كريم بالفانيلا جيد strawberry ice cream is better والايس كريم بالفراولة افضل but chocolate ice cream is the best لكن الايس كريم بالكاكاو هو الافضل فهنا لدي قارن good معناها جيد better افضل best الافضل هذني كلمات احاول احفظ املائهن لان من الممكن يتجيني بالامتحان مثلا يقول لي tall اللي معناها طويل اذا اردح حولها مقارنة صير taller good اذا اردح حولها مقارنة شو تصير فالتلميذ لازم يعرف انها تصير better افضل ما يضيفي الها er وانما هذه صفة شاذة ننتقل الى النشاط الاخر look at the chart انظر الى هذا المخطط التفصيلي and answer the questions واجب على الاسئلة المتعلقة بهذا المخطط فمثلا انظر الى المخطط كذلك هنانا تصويت على الاشياء اللي حبوها التلاميذ في حديقة ساعة اللعب swing الارجوحة 20 تلميذ صوت على الارجوحة slide الزحليقة 25 تلميذ صوت على الزحليقة roundabout الدوار 15 تلميذ صوت على الدوار والbars اللي هي الاشرطة اشرطة القفز 10 تلاميذ صوتوا عليها اما tunnel اللي هي النفق ما صوت عليها ولا تلميذ فهنانا من خلال المخطط التفصيلي نحاول نجاو على هذه الاسئلة مثلا number one اولا how many children like the slide كم عدد التلاميذ الذين يحبون السلايد الزحليقة فاجي انظر المخطط هاي السلايد كم عدد التلاميذ اللي يصوتوا عليها 25 تلميذ لذلك اقول 25 number two ثانيا how many children like the swing كم عدد التلاميذ او الاطفال الذين يحبون الارجوحة اروح على الارجوحة هاي السوينج كم عدد الاطفال اللي يحبون الارجوحة اللي يصوتوا لها نلاحظ انهم 20 تلميذ فاقول 20 number three do they like the roundabout better than tunnel هل يحبون الارجوحة اللي هو الدوار better بشكل افضل than the tunnel من النفق فاللاحظ اللي يصوتوا على الارجوحة اللي هو الدوار 15 طفل اما على دل الاصوات الخاصة بالتنل النفق فهو لا واحد صوت على التنل اذا هم يحبون الارجوحة اكثر من التنل لذلك اقول له yes they like roundabout better than tunnel يحبون الدوار اكثر من النفق number four رابعا what do they like best ما الذي يحبوه بشكل افضل يهو اكثر الاشياء اللي حبوها من هالالعاب اللي لاحظون من خلال التصويت اكثر الاصوات حصل عليه slide فاقول slide هذا ما يخص هذا النشاط هذا النشاط نشاط صفي مهم من الممكن ان الاستاذ يسأل بداخل الصف يعرض هذه الصورة ويسأل التلاميذ اسئلة شفويا وليس تحريريا شفويا يسألهم من خلال المخطط التلميذ يجاوبه فمثلا يقول لهم من انشل لذلك like the slide كما عدد الاطفال الذين يحبون الزحليقة فالتلميذ من خلال المخطط يجاوبه يقول 25 وهكذا مع بقية الاسئلة ننتقل للنشاط الاخر look at the information انظر الى هذه المعلومات كذلك نانا منطين مجموعة من التلاميذ او الاشخاص اللي مصوتين على الفواكه اللي حبوها بنانا الموز ابلز التفاع اورنجز البرتقال ووتاميلونز اللي هو الرقي فكل تلميذ حاط صح على الاشياء اللي حبها فمثلا بعض التلاميذ الفاكه اللي حبها اكثر شي خلاها اربعة من علامات صح اما الفاكه اللي حبها بشكل اقل مثلا خلالها صحين او ثلاثة او صح واحدة الى اخره فهنا بعد ما انظرت الى هذه المخطط يقول لك كم عدد علامات الصح الخاصة بكل فاكه من هذه الفواكه فمثلا البنانا الموز كم صوت حصلت من اصوات هؤلاء الاشخاص اجي احسب اربعة عشر صوت حصلت البنانا اللي هي الموز وهكذا مع البقية وكذلك احسب عدد الاصوات الخاصة بالتفاع عدد الاصوات اللي صوتوها هؤلاء الاشخاص للتفاع احسبهم يطلع عن 12 12 وكذلك عدد الاصوات الخاصة بالورنجز البرتقال 12 كذلك 12 اما عدد الاصوات الخاصة بالوترميلون اللي هو الرقي فهو عشر اصوات بعد ما حسبت عدد الاصوات الخاصة بكل فاكهة ننتقل للنشاط الآخر هل يمكنك أن ترسم مخطط تفصيلي مثل المخطط التفصيلي اللي أخذناه قبل دقيقة عن هذا التصويت هنا شو نقوم برسم هذا المخطط التفصيلي هنا أنا منطين على التلاميذ والأصوات مالتهم على كل فاكهة من هذا الفواكه فمثلا البنانة كم صوت حصلت البنانة 14 صوت إذن أرسم مخطط تفصيلي للبنانة يوصل لعدد 14 زيان كم عدد الأصوات اللي حصلتها أبلز التفاة أحسبها 12 فأخلي المخطط التفصيلي أمام الرقم 12 12 صوت حصل والورنجز البرتقال كذلك 12 إذن نفس المخطط التفصيلي أما الووتر ميلونز اللي هو الرقي فحصل على 10 أصوات أخليه أمام رقم 10 المخطط التفصيلي هذا مجرد نشاط صفي يطلب من التلميذ أن يحسب عدد الأصوات ويرسم مخطط تفصيلي طبقا لهذا الجدول غير مهم بالامتحان الشفوي أو الامتحان التحريري ننتقل للنشاط الأخير Answer the questions أجب على الأسئلة هذه الأسئلة أجاوب عليها من خلال المخطط التفصيلي اللي رسمتها قبل دقيقة اللي رسمتها كذلك من خلال الجدول مثلا نمبر وان أولا What fruit does Leena like best ما الفاكهة التي تحبها Leena أكثر شيء أكثر الفاكهة تحبها Leena من هذه الفواكه أجي على Leena اللي هي الاسم الأول أشوف يا فاكهة أنطتها أكثر الأصوات فنلاحظ أن هي أطلت أربع أصوات للبنانا الموز وصوتين للأبلز ثلاثة أصوات للأورنجز وصوت واحد للووتر ميلونز اللي هو الرقي إذن هي تحب أكثر شيء البنانا فأقول She likes banana best هي تحب البنانا أكثر شيء نمبر 2 ثانيا Does Kareem like apples better than bananas هل Kareem يحب التفاح أكثر من الموز نجي على Kareem نلاحظ أن Kareem انتصوت واحد للأبلز التفاح وثلاثة أصوات للبنانا الموز فهنا ندي يقول لي هل هو يحب التفاح أكثر من الموز أكيد لا لأنه انتصوت واحد للتفاح وثلاثة أصوات للموز هو يحب الموز أكثر من التفاح لذلك أقول لا نمبر 3 ثالثة Does Rana like watermelons better than apples هل Rana تحب الرقي أكثر من التفاح فنجي نشوف التصويت عذرنا هل تحب الرقي أكثر من التفاح هي أطلت أربع أصوات للرقي وصوتي للتفاح إذن هي تحب الرقي أكثر من التفاح لذلك أقول yes نمبر 4 رابعا what fruit do you like best ما الفاكهة التي تحبها أنت أكثر شيء نعم تعتمد على رأي التلميذ التلميذ يختار الفاكهة اللي يحبها مثلا بعض التلاميذ يقول بنانا الموز بعض التلاميذ يقول أبلز التفاح الى آخرين هذا تعتمد على رأي التلميذ هذا النشاط نشاط مهم داخل الصف يسأل الأستاذ أسألة شفوية من خلال المخطط التفصيلي ومن خلال هذا الجدول نجاوب على هذه الأسألة أسألة شفوية مهمة كتحضير يومي أما بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي هي غير مهمة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه مجموعة من المخططات التفصيلية وعرفنا شون يتم عمل التصويت داخل الصف وكذلك عرفنا شون نسأل ونجاوب عن هذه المخططات التفصيلية وشون نجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذه المخططات التفصيلية طبقا للأرقام والأشياء اللي صوتوا عليها هؤلاء الأشخاص ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة أو سفسارة وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة